في أقل من 24 ساعة أرسلت الإمارات طائرة غاثية عاجلة تحمل على متنها 100 طن من المساعدات لغاثية المتنوعة لتقديم يد العون والمساعدة للمتأثرين من الفيضانات والأمطار في جمهورية الفرازيل الاتحادية الصديقة وأشرف على عملية تحميل وتعبئة الطائرة فريق فني من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى أود أن أعرب عن امتنان البرازيل شعباً وحكومة لهذه المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين جراء الفيضانات خلال الأشهر الماضية أكثر من 75 ألف برازيلين أصبحوا دون مزل جراء هذه الفيضانات والميات فقد حياتهم إثرها الناس في جنوب البرازيل بحاجة إلى هذا النوع من المساعدات الإنسانية والتعاطف والدعم والمساندة لذلك نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الصديق الطائرة تحمل على متنها مساعدات متنوعة أبرزها مولدات كهربائية ووسائل نارة بالطاقة الشمسية ومستلزمات إيواء مثل البطنيات ومكملات غذائية للأطفال إلى جانب مستلزمات إسعافات أولية موقف إنساني يؤكد نهج أصيلاً وثابتاً لدى دولة الإمارات مع جميع الدول الصديقة والشقيقة وهو سرعة الاستجابة وتقديم الدعم للجميع في حالة وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من الطوارئ والأزمات